موسيقى حملت العديد من التسميات فمن اليكوزيوم إلى مدينة بني مزغنة ومن البهجة إلى المحروسة الجزائر البيضاء وبقدر تعدد تسمياتها تعددت كذلك أبوابها أبواب بنيت في العهد العثماني لحماية المحروسة لكن الكثير من اليوم يتجاهلها ويتجاهل حتى وجودها بيبانتها تزاير أما بيبان كان بابلوات باب عزون باب جديد باب تزايرها ربع أبصالة داعي ما نقدرش من الصفلك الاسمانتها باب عزون باب جديد كان بزافة لكم الحالية باب السلطان كما قال لك القصباء كان سبع كيف نسمي لك كان باب جديد كان بزافة لك كان يقول لك سبع بيبان يقول لك معروفين هم يعرفوهم الناس بكري على كل حالية خاشتوك قليل اللي يعرفوهم على كل حالية أنا ما نعرفوهمش ما كدبش عليك اللونين يعرفوهم بسع كما الجنرات كان كما قلوه هنا كانوا يجوزوا الناس بزاف برانية كيف فهمها اسمعتني يجوزوا يجوزوا عليهم بسهمهم البيبان كان باب البحر باب تزايرها باب جديد باب الواد وباب عزون الجزائريون الجزائريون اختلفت آراءهم حول العدد الحقيقي لأبواب المحروسة البعض يقول إن هناك خمسة أبواب في وقت يرى آخرون أن سبعة أبواب تحرص مزغنة ميشكور يريب خير التكفيز باب البحر ببنا Euro كان بسعار الأخبار كنتون المزغنة كون الأخبار كون الأشевидة كون الأشهرام لدينا positive لدينا يجوزوا باب العزون هذه الحجب المزغنة аци exchange باب البحر أو inject باب السمnea هذا التعب وأحلال أبواب لكل باب قصة ولكل باب أسرار ولكل باب رواية تاريخية تارة وأسطورية تارة أخرى في أعالي القصبة يوجد باب سيد رمضان نسبة للولي الصالح سيد رمضان باب بني في القرن التاسع ليكون بذلك أقدم أبواب المحروسة استبدلت تسمياته بعد الغزو الفرنسي ولم يبقى منه اليوم سوى هذه الأسوار المنهارة في القصبة القصبة الأقديمة وفي هذه المدينة كان أقدم مسجد مسجد سيد رمضان فلاغو سيد رمضان هنا في الجبل ولوطة في القرن التاسع أو العشر كان فارغ كان عبارة على ديب تغويسوا ويدانوا هذه القصبة سيد رمضان اللي كانوا يسكنوا فيها في القرن التاسع والعشر العرش بني مزغنة وسموها حتى مدينة بني مزغنة نظراً للسكان اللي كانوا فيها كانت فيها أسوار باب سيد رمضان تسموها النظراً للوالي الصالح في العهد الفرنسي كان يسموها باب القطار بعد ما دخل قصبة سبحان الله العظيم تحت بلتنين ألف وخمسة جوية ألف وثمانمية وثلاثين دخلوا في فرنسا يسموها باب الصور كان فيها صور كان يقولوا لها باب القطار وهي في الحقيقة هي باب سيد رمضان وهي أقدم باب في مدينة سيد عبد الرحمن ولا في الجزائر العاصمة ولا في مدينة بني مزغنة ولا في المحروسة يعطوا لها لأنها سميت بالمحروسة ماشي نظراً للأسوار والمدافع سميت سميت تسمية روحانية نظراً للأولياء الصالحي اللي فيها داخل القصبة وخارج أسوار القصبة في 1540 حسان باشا شاف كين بزاف غد وكان يخمم قالوا له بليل إسبان ما كتفاش الأمر حاوزوكم السواح البحر بقبيض المتوسط حبووا يزيدو يهدموا المدينة قال لكم مالا هاد المدينة نزيدو نديرو لها صور اللي يكملو يكملو الصور تاع سيدة رمضان وديروها اننا في تياتر جيشولان تخيونج في دار السلطان قرى تاريخك يا مغرو سيد عبد الرحمن يا الوالم السيارة على بعد بضعة أمتار من باب سيدة رمضان أو باب القصبة نجد باب جديد وهو آخر باب تم تشييده نسبة لتسميته بالجديد وأول باب دخل منه المستعمر الفرنسي لاحتلال المحروسة عام 1830 هذه هي باب جديد سموها باب جديد لأنه آخر باب اللي تخدمت في القصبة بصح في الوقت اللي تدخلها الاستعمار الفرنسي بعد من كما يقولوا المؤرخين فليمانيشكويت تتوحهم الباب ما كانش عندها هذا العرض وهذا الطول سي فرنسا كانت باب صغيرة باب تحتها بصغيرة ويدخلوا لأنه كان هنا كانت هنا لكن كما نشوفو جينا وشفنا بعد نشوفو كان المسجد البراني والمسجد هذا البراني سيطبي لأنه يقوموا عن دور جديد خارج الجنين تعد دار السلطان وخارج البراني لأن هذا البراني لقد دخلوا الدخول ل Gentedet اختصرت الت強 going 10! النسبان بولاً حتى تم تصمップ جميع أسببها الخلائف جداً فنسبت فرنسا وطلق الطبور الدخول عن الخمر ببس ،تعض العهد العثماني قمت ب damals عظيم لقد أستمرت قمت بسبب الطعام رجلًا بالايoga فرنسا كي دخلت. كي دخلت ما جدش باش تسكن باش تسكن بزال. خطر يكون باش تسكن بزال. تخلي البيبان كي ما كانوا. تخلي الحيوط كي ما كانوا. وكي ما في المغرب يديروا لا فيلان ديجان ولا فيلوروبيان. باب الوضع يبني وحتل وطر دمضافيك. باب العزون يبني وحتل ددوش مراد ويطلع. باب جديد يبني وحتل بير وبوزر يع. لكن هما جوا باش يخسروا ويكسروا دولة جزائرية. في القصبة السفلة يوجد باب عزون يعتبر أهم باب يتوافد عليه مئات التجارة لأنه محاذ لأكبر سوق يدعى سوق ماسي نسا. باب تربطه حكاية الأسطورة التي جمعت بين الولي الصالح سيد منصور سليمان والشجرة التي تحدثت معه أنذاك عام 1643. سميت بباب عزون لأن المؤرخين لا يكتبون العزون على حسب الاعتقاد والحسب المفهوم التي فهمتها هي باب أزول لأن أزول يتحلوا البيبان باب عزون يتحلوا في الصباح بكري للسوق بعد صلاة الفجر كانت الباب يعيطلها باب الإكزيكيشون. الباب هدية فيها كان عمر باشا دار سي كروشي. تبعي مليح الأسطورة واش تقول لأن هذا الشعب الجزيري على بل يحب يفهم هذا الأسطورة كان سي كروشي فوق الباب هذي. في يوم الأيام في 1643 منصور سليمان يبيع صابون تزاير كانت كينة سجرة كبيرة عليها بثلاث قرون. وهو دار يمتيت بوتيك يبيع فيها صابون تزاير. وفي يوم الأيام كان يروح يصلي في الجامعة عليه وعاودي يقول لي بعد صلاة الظهر يدير فيها ضلة تحت السجرة. يسمع في هذا الوقت تتكلم معه سجرة وتقول له جاي واحد العدو يغزوه المدينة ويستعمر المدينة. سليمان منصور كان تحت السجرة وتسمعها تكلمت مع السجرة قفز كما احدا قوله ينسيست في الضلة. وتوجه المدينة ويقولون كينة العدو ويستعمر هذه المدينة. سمع به الحاكم كونفوكا. كونفوكا اللي كنا في الجامعة البراني الفوقة اللي هي كانت دار الشرع محكمة. يتم وراها. قالوا واشن قلوان صجرة هادرت بخالوا كيف شحنا الأسطول العثماني كان يجي يستعمرها. حكموا عليه بالإعدام. هبطوا فوق الصور بتاع القصابة وجابوه حطوا فوق الباب. فوق الباب كاي اللي يكروشي اللي يقنش. أرموا الحراس قاعد نهار كامل اللي بيكي. ووحي حتى من المغرب يتغلقوا البيبان. يتحلوا الصباح ويتغلقوا من البيبان. كما قلت لكم قاقي البلا البيبان يدين فلاح ولا الآغة. تعباب عزون وباب جديد هو اللي يخبي للمفاتح. اللي يتغلقوا الباب في المغرب مع صلاة المغرب تكلم وزاد واحد الكلمة. قال لهم غير سيدي سيدي منصور اللي يقعد خارج المدينة. لذلك الناس المدينة رفضوا العولة اللي كانت هنا في السوق ودخلوا المدينة غير هو خرج منه. قال لك ما دام قالت السجرة هادي. يعني هي اللي تكلمت معه. يالله نديروا له قبره. كما راهو تيانا اللي هكو تشوفي هنا. اللي هو اللو بيغا دالجي. اللي راهو دكا محي الدين باشتارجي. قال لك نديروا له قبره تحت السجرة. روح يا زمان 1643 تجي 1830. تدخل في فرنسا يستعمروا يستعمروا تزاير. ويتفكروا ما كان يقول الطفل قاعدة الحكاية مل جد جد حقيقة. في 1853 نحاول السجرة ونحاول القبر. هو ما غير نحاول القبر الزواف كانوا نطلعها سيد عبد الرحمن. بس السجرة دبالت في دقيقتها وماتت. بعد في 1853 بدأوا يطلعوا. الواشيتك بانساري شاسيو طلعوا. أولا كانت انبواء الأوبيغا. انبعك في 12 مارس 1832. هذا النهار لم يكن فيها ينكوغال. لأن هنا كانوا فيها الشاندولي يحبطوا بس الناس الذين يدرون الشمع كبار. لم يكن فيها ينكوغال. كانت تحرقت. كانت تحرقت كانت تحرقت كانت تحرقت الامام. كانت تحرقت أسطورها والليجنط والليجنط شعبية يقولهم لأنه صباح في الماشي مليح الأوبيغا تحرقت لأنه حيثوا ضريح تولي صالح. وحقيقة بعد سنوات والتي تخطر العنق بلما كانوا ينفي غاز والديكتريسيتي حتى تشوفوا في الريدو يشعلوا النار. بجمع العنق يشعلوا ما عندهاش بزاف كتني شعلت النار بدون سبا. ولهذا يقولوا في المات الشعبي احنا قولوها على كل حال. أتينا كل سنوات تحرقني أننا نحاول صالح فارابور الأسطورة والليجنط. باب الجزيرة اسم مشتق من الجزر وسمي كذلك بيتزيرة نسبة لمؤسس مدينة ابن مزغنة أو الدولة الزيرية بولوغين بن زيري باب كان يستغله الصيدون بالدرجة الأولى وهذه اسمها باب الزير لأنها سميت على الجزيرة بولوغين بن زيري وسميت على الجزر اللي كانوا فيها اللي كانوا جزوا الفينيسيا والرومان وهو اسمها وهو اسمها من دو مو إيكو زيوم إيكو ليل زيوم وموات وحقيقة هذه الجزر فيهم عمرة بالموات من الباب هادية سكون أبل اللي راكم تشوفها في وقت الأطراق يقولوا الترسانة كانوا يقولوا باب تالي دوكير في وقت الاستعمار لأن جدود نقع كانوا مساكن حمالين يروحوا يجيبوا صوردي يصبح تسبيوهم هنا يديروا لاشين هذا مور هذا باش يجيبوا البون باش يحملوا والعشية يجووا طالعين باداك سروال حزام لين تيراك يطلعوا بصروال تستيفا حزام لين تيراك وفي الحزام يطلعوا الشيكولة لعندو مرتو تحوم وعندو الخليلة تاباني شاشية عروبي شاشية كارابوش زمان مراكي كانوا كوكين العرائس في وسط الدار بزاف السمالي دوكر عندو حزام لين حزام الضامة تشونغاي يلبسو حزام الضامة يديروا فيه المشي يمشى باش حبها تفاح المرتو حلوة حلوة الابلابي كي يدخل فيه وسط الدار باش وحده ما تغير على وحده ولا والديه ولا مرتو يتوحم يجيب له هذيك الحاجة السريين وهنا جدودنا كانوا قاع سيدي دوكر في البون بما أن المحروسة هي النافذة الأولى المطلة على البحر بالنسبة لزوار العاصمة من الميناء فقد تم تشهيد باب آخر مقابل الأميرالية وأطلق عليها تسمية باب البحر أو ما يسمى كذلك بباب الجهاد كونه كان مسلكاً للمحاربين الذين يتوجهون إلى الجهاد ومن هذا الباب دخل أحد أهم القادة الفرنسيين إلى الجزائر باب البحر في هذا الجهاد وبيب البحر كانوا يعطون لها البيعات كانوا يعطون لها عندها زوج أسماوات يعطون لها سبع تبارن سبع تبارن سبع لها سبع تبارن وعطون لها باب الجهاد يعني المسلمين يقولون منا كانوا يخرجوا روحوا للجهاد اللي هيا سمتها فرنسا لها بترسلها البحر في 1854 لكن في 1877 حيث نرسلها تبارن الآن الجنرال يحطون لها بعدها المترجم للإضافةd أصبحت منestionين لدني أذكر القوات البحرية لكن لقد نتعطل أن نتعطل المترجم للعامر ويساد أرساً قائد القوات لذلك الحم هو المترجم للإضافة كان هناك كل قوات فين المترجم لزيارة دبوما والعيد المترجم للأمهات والتادسًا والفعلجم للجنال بيرتوزين المشات والمشات والقوات البحرية والأميرال جيو بيري البيب لم يكن لديه حتى الهنا 500-700 متر يوجد منه في هذا الحي الذي سيد عبد الرحمن سكن ومت سيد عبد الرحمن بن مخلوف الجعفاري ومت هنا في هذا الحي وهذا الحي معروف ما يسمى الكارتير الإنتليكتول كان لديك دار رياس ما شير دار رياسنا ليانا طاريخ ما نخبش حوما تسبعة بارد تقعشطيح وردي حتى البور كان لديك تزير فيها يهضروا بالإنجليزية بالرومية بالطاليانية بالمالطية كانت كانت مجموعة كانت كانت فلوريسان موسيقى الباب الأخير للمحروسة هو الحي الشعبي المسمى بباب الواد سمي نسبة للواد الذي كان يمر وسطه وهو مسلك للجهة الغربية للمحروسة موسيقى باب لم يبقى له أي أثر من اليوم بل استبدل بمبانا شيدت من قبل المستعمر الفرنسي سميت باب الواد نظر للواد اللي كان يقطع ما بين كان ما كانوش بين هذا الفرنسي الاستعمار الفرنسي واللي بنا باش يغطي المحروسة ولا الجزائر لأن الجزائر كانت قاعدة تلو في قلبه وشغل شوكا ضغل لك باش لامبيغ أوتومان ولا العثمانيين باش ما يقعدش اسمح متاعهم كبير نبني لهم عمارات أوروبية باش نغطوهم دينة القصابة كان كان واحد الواد صغير يجي مواد المقصل ويقطع منها ويجي هابط يعيطوا له وواد المغاصل اللي هم تغويسوا يتخيل إبلي كانت الباب في الوسط ويقطع هذا الواد بعد الباب يسموه وواد المغاصل وفي هذا الطريق في وقت العثمانيين اللي كانوا يخدمون المدافع الكبير الكبار ويقولوا بعض المؤرخ هذا ماتبت يملك المدفع بابا مرزوخ اللي كان عنده يمبورتي داع 7 كيلومتر التخدم هنا وخرجوا حتى فيك دايبو بشاريتها كبيرة وهذا البلاصة اللي راكم تشوفيها وفيها مديرة الأملك هذه كانت جبانة 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 الباشاوات ودارت فيها الطريق خمس سنوات بعد 1846 زادوا وكسروها وكبروها ودوها وراهوا الكيطاني كنت تكلمتيني قلتيني يا عمالي الباب لأن الواد الكبير تاواد المقصل صح يجوز وراه الفوارة وكبروها 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 حتى 1896 نحاو هذه الباب وهنا والراكيطوفي كان برج معروف اللي هو برج يعني برج الزوبيا وكبروها وحتى الراكيطوفي الأم كانت يعطي لها حبس القطوط اللي أولادة الكالزين يعطي لها حبس القطوط لأن في المثال الشعبي يقومون قطوط في الصروال الرجل عنده صروال العرب يدخل هنا ويرمي القطوط لأنه ينغم ويخبش القطوط ويقولوا حبس القطوط بمدارة الضيق الكالزين كانت بخيزون وهذا استعمار كانوا بخيزوني في هذه الكالزين هم 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 جنين المارنغ دارهم بخيزوني المارنغ اللي راهي حديقة وتسمى لكاختي نظراً لهذا الوالد الوالد الكبير ليهبط من البوز الريعة يهبط من سيدي بالجبر موسيقى وبالرغم من أن حي القصبة العتيقة الذي صنف من قبل منظمة اليونيسكو كموقع للتراث العالمي مهمش من قبل الكثيرين إلا أن الطالبة نهلة المتخرجة من معهد الفنون الجميلة اهتمت بهذا الكنز وكتبت رسالة مذكراتها حول أبواب المحروصة موسيقى عملات جديد موسيقى جديد موسيقى بين الملاحظة لأنجارة وقتروجات كل مولاً موسيقى ورغم منذ العزاء في المتابة من مرحبا من تجاريه لتنام التجاريه لأنني عملوا ملتعي كي افعلت بسرعة من الاشتراكي لديه بعد 150 الاشتراكي ويجعون التجاريه على تجاريه هذا حمول أن يجبه إلى من أكثر من المؤمنين من أكثر من تجاريه من المواققين إلى أكثر من الفلان وفيه ومن المواصل هناك بشكل منيفع من المضاني عن موسيقى وموسيقى 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 عمي محمد أحد أعضاء جمعية حماية القصبة مكانه هذا المطعم المحاذي لحي ساحة الشهداء مكان يجعله يسترجع ذكرياته مع المحروسة التي باتت اليوم عرضة للتهميش والخطر الناس اللي حاكمين ما يعرفوش تاريخ بلادهم همتي؟ كان يحوص على المادة كان يحوص على هدايا ولكن البلو جراند ريشة سي نوت رباسي سي نوت رباسي سي نوت رباسي ها؟ وليما يستخفضش على رباسي وش يكون؟ وراهم العيون اللي كانوا وراه المحنة اللي كانت على بل كان في ذاك الوقت كان يحبيه دير الخير ولا عندو بساف درامي دير جامعة ولا ما عندوش بساف يدير عين باش الناس تشرب ولا ما عندوش بساف يدير قلة ولا يدير على الباب تاعه وباش الناس كي جوز تشربو ترحم عليه هادي حاجة تربية سيمتيار تاع اليهود تاع ريومونتين محاوة سيمتيار اللي كانوا يقول نحاوة سيمتيار تاع الإنجليز باش دارو باش دارو لغراند بوس نحاوة سيمتيار تاع بنيم الزابة لأوتور تاع ريومونتين محاوة طلعت على ريومونتين دير فيلي او لوبيرا محاوة محاوة ما خلاو حتى حاجة باش يبنيو محاوة محاوة ونحن ناسين ما هي إلا نبذة تاريخية عن الأبواب السبعة أبواب قيل أنها كانت كبيرة الحجم متقنة الصنعة مرصعة بالحديد تغلق مع غروب الشمس ويعاد فتحها مع الشروق تشتد عليها الحراسة حتى لا يتسلل أي مشبوه للمحروسة أبواب هدم معظمها من قبل المستدمر الفرنسي ذات يوم من عام 1830 أما ما تبقى منها اليوم سوى أصوار منهارة والقليل من الآثار التي تنتظر من يحميها من الاندثار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة